بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الثلاميذ عزيزاتي التلميذات مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية مكوننا اليوم أعزائي عزيزاتي هو مكون المؤلفات وحصتنا كما تعلمون طبعا حول المؤلف المسرحي الذي وقفتم عنده في الدورة الثانية نموذجنا اليوم عزائي ومؤلف ابن الرومي في مدن الصفيح وسنقف فيه إن شاء الله عند القوى الفاعلة المساندة للفعل الدرامي بعدما وقفتم في الحصة السابقة عند القوى الفاعلة الأساسية قبل أن نقف عند هذه القوى الفاعلة المساندة للفعل الدرامي دعونا أعزائي عزيزاتي نتذكر بعض المعطيات المعرفية المتعلقة بالحصصي السابقة أعزائي إن مؤلف ابن الرومي في مدن الصفيح من المؤلفات المصرحية التي تنثمي إلى ما يسمى المصرح الاحتفالي وهو مصرح يتأسس في عمقه على استحضار الموروث واستدعائه سواء أكان أدبا أو تصوفا أو سيارا شعبية أو أساطر وخرفات أو سيرة وقرآن وغير ذلك المصرح الاحتفالي عزيزاتي شكل مصرحي يعتمد على التراث الأدبي والأشكال الفنية الشعبية إنه ينطلق من نقطة أساسية مؤداها أن الإنسان كائن احتفالي بطبعه يتأسس المصرح الاحتفالي على جدلية الماضي والحاضر وهذا ما يظهر جليا في مسرحيات عبد الكريم بن رشيد كمسرحية مرؤ القايس في باريس ومسرحية ابن الرومي في مدن الصفيح التذكير الثاني أعزائي وقفتم في الحصص السابقة عند القوى الفاعلة وتعرفتم على أن المرادة بالقوى الفاعلة هي مجموعة من العوامل التي تساهم في ثنام الأحداث وتطورها داخل المتن الحكائي وفق حبكة سردية وفي إطار منظومة من العلاقات العاملية وقد تكون آدمية أو غير آدمية جمادات أفكار أحاسيس القوى الفاعلة الأساسية في مؤلف ابن الرومي في مدن الصفيح ووقفتم عندها في حصص سابقة هي ابن الرومي نفسه وانطوائي ساخر متشائم عاشق للجمال داعم للحرية وعريب الحاملة للقيم الإيجابية وقد ساعدت ابن الرومي على التحرر من تشاؤمه أعزائي إن القوى الفاعلة دعونا الآن نقف عند القوى الفاعلة المساندة للفعل الدرامي بعدما تذكرنا بعض القوى الأساسية وفي مقدمتها ابن الرومي وعريب الآن أعزائي عزيزاتي سنقف عند القوى الفاعلة المساندة للفعل الدرامي يمكن تقسيم هذه القوى المساندة إلى ثلاث مجموعات تأملوا معي أعزائي المجموعة الأولى المجموعة الأولى سنسمها بصنف المقهورين يجمعهم الخضوع للاستغلال والبؤس وهم دعبل الأحدب عيس البخيل أشعب المغفل جحظ المغني حبابة ثم جوهرة جمعهم خاضعون لظروف الاستغلال والقهر الجارية ثاني في بيت النخاسة عند الرباب وأولئك في مدينة الصفيح تحت رحمة قرارات المجلس البلدي وتتأسس وظيفة هذه الشخصيات على تعرية الاستغلال والتحريض على مقاومته المجموعة الثانية أعزائي هي صنف القاهرين المجموعة الأولى صنف المستغلين المجموعة الثانية صنف المستغلين يجمعهم الاتفاق على استغلال الآخرين والتحكم في حرياتهم وأرزاقهم وهم الخادم يازمان ممثل رئيس المجلس البلدي مقدم الحي الرباب بايعة الجواري تقوم مهمة هذه الشخصيات على استغلال الأفراد ومصالح الفقراء من أجل الإفراء وتنفيذ المشاريع المربحة وإرضاء النزوات الشخصية المجموعة الثالثة أعزائي هي صنف الوعي بما يجري والردى بما هو قائم هذه الفئة هي نخبة حي الصفيح إنها على اتصال بالسلطة وهي في الوقت نفسه تدرك لعبة الاستغلال وتعي خفاياها وتقف مكتوفة الأيدي للحفاظ على مصالحها ويمثلها سعدان الكاتب العمومي وحمدان الشاعر وردوان العامل المجموعة الموالية هي المجموعة الرابعة تتظهر بالبله أو الغفلة ولكنها عرفة بخبايا الواقع إذن هي أربع مجموعات وليست لا تفقع نضيف إليها مجموعة خامسة بعد قليل هذه المجموعة الرابعة لعبت دورا كبيرا في تحريك الوعي بخبايا الواقع ويمثل هذه الفئة عشعب المغفل وعشور الأبله المجموعة الخامسة ينحصر دورها في تحريك اللعبة المصرحية عبر طبعا المشاركة في الأحداث ولكنها تحسب على القوى الفاعلة يغير مشاركة في الأحداث مشاركة فعالة ولكنها تحسب على القوى الفاعلة لأنها تفسح عن بعض مواقفها واختياراتها وتعبر عن انحيازها إلى صف القوى الإيجابية كابن الرومي وعري والحديث هنا طبعا عن ابن دانيال محرك خيال الظل وابناثه دنيازاد التي تساعده في الإخراج وإبداء الرأي أعزائي القوى الفاعلة التي وقفنا عندها وجب أن نصنفها وإذا أردنا أن نصنفها فنحن نحتاج إلى ما يسمى النموذج العامل وهو خطاطة واصفة لبنية العوامل القائمة جزئيا أو كليا في النصوص القصصية بناء على الأدوار السردية التي تؤديها وبناء على العلاقات التي تقوم بينها وعدد العوامل أعزائي ستة فقط أولها العامل المرسل وهو العامل المحفز الذي يحفزنا للسير نحو رغبة معينة أو هدف معين العامل الثاني والعامل المرسل إليه وهو العامل الذي يستفيد بعد تحقيق الهدف العامل الذات والعامل الثالث وغالبا ما يكون هو البطل في العمل السردي ثم العامل الموضوع وهو المقصد والهدف أو قل هو الغاية التي نسعى إليها بعد ذلك يأتي العامل المساعب الذي يساعد الذات للسير نحو الموضوع ثم العامل المعاكس أو العامل المعيق الذي يحول دون وصول العامل الذات نحو تحقيق الهدف أي نحو الموضوع تأملوا معي أعزائي عزيزاتي إذا استحضرنا مجموعة الأحداث التي وقفنا عندها في الحصص السابقة فيمكن أن نقول بأن طبعا لا بد من الإشارة هنا إلى أن هناك مجموعة من العلاقات التي تربط بين العوامل فهناك علاقة تربط بين المرسل والمرسل إليه وهناك علاقة تربط بين الذات والموضوع وهناك طبعا علاقة تربط بين المساعد والمعاكس العلاقة التي تربط المرسل بالمرسل إليه أي المستفيد بالمستفيد من اتصال الذات بالموضوع نسميها علاقة التواصل العلاقة الثانية التي تربط بين المساعد والمعاكس نسميها علاقة الصراع أما العلاقة التي تجمع بين الذات والموضوع في دائما علاقة الرغبة فالذات ترغب في تحقيق الموضوع باعتباره هدفا باعتباره غاية باعتباره مقصدا وغير ذلك إذا استحضرنا مجموعة ما ذكر في مؤلف ابن الرمي في مدن الصفيح فسنجد أن العامل المرسل هو نزوع التحرر الرغبة في التحرر الرغبة في الانعتاق من مظاهر العبودية والاستغلال وطبعا هذا العامل المرسل هو الذي توجه نحو الذات باعتباره عنصرا العنصر الرئيس في العمل السردي والعامل الذات هنا هو ابن الرمي جيران سكان الحي عريب والجواري هؤلاء جميعا يرغبون في تحقيق هذا الموضوع وهو التحرر من الظلم والاستغلال من سيستفيد من هذه الرغبة؟ هو المجتمع لم نقل ابن الرمي وجيران وطبعا وغير هؤلاء لماذا؟ لأنهم يمثلون جميعا المجتمع باعتباره المستفيدة الأساسي هناك من يساعد العامل الذات السير نحو الموضوع وطبعا الحديث هنا عن الوعي بواقع الحال باعتباره عاملا مجردا التضامن عامل مجرد أشعب المغفل عاشغور الأبله وهناك من حاول أن يعيق سير الذات نحو الموضوع والحديث هنا عن رئيس المجلس البلدي الخادم يا زمان ثم المقدم إذن هذا هو النموذج العاملي الخاص طبعا بمؤلف ابن الرمي في مدني الصفيح أعزائي إذا عدنا إلى هذا النموذج العاملي فسنلاحظ مجموعة من الملاحظات أو سنسجل مجموعة من الملاحظات حول هذه العوامل الواردة هنا وأول الملاحظات التي يمكن أن نلاحظها أن مفهوم الفاعل أو العامل في النموذج العاملي ليس من الضروري أن يكون شخصية إذ يمكن أن يكون فكرة أو نزعة أو مبدأ أو هيئة كما هو الحال بالنسبة لنزعة التحرر أو الوعي أو التضامن فلاحظوا أن هذه تعتبر عوامل أو فواعل ولكنها ليست عوامل آدمية بل يعوامل مجردة وهذا يعني أن العامل هنا عام يشمل ما هو آدمي وما هو غير آدمي طبعا لذلك يسميه جريموس وهو أحد الباحثين الذين ثموا بالنصوص السردية يسمي هذا العامل عاملا مؤنسنا لأننا أسندنا إليه صفة من صفات الإنسان داخل العمل السردي الملاحظة الثانية عزائي أن الصراع فيه مؤلف ابن الرومي في مدن الصفيح يحتدم في البنية العاملية ويتأزم من الناحية الدرامية بوجود تصادم بين العامل المساعد والعامل المعيق وقد رأينا ذلك قبل قليل في النص المسرحي هنا طبعا بما يثمثلهما من شخصيات وفواعل الآن عزائي دعونا نقف عند بعض سمات القوى الفاعلة ودلالاتها وأول طبعا سنعتمد الجدول الآثي لنقف عند هذه السمات الأخلاقية والنفسية والاجتماعية الشخصية دلالة الاسم الوظيفة الاجتماعية السمات الخارجية السمات الأخلاقية والنفسية أول شخصية استوقفنا هي شخصية ابن الرومي اسمه يدل على الاغتراب هو شاعر معروف طبعا السمات الخارجية شاعر فقير عاطل يسكن كوخا صفحيا في أحياء بغداد وحيد بدون أهل السمات الأخلاقية والنفسية الانكماش الخوف التطير منغلق على نفسه مثالي عاشق للجواري الشخصية الثانية أشعب المغفل يدل اسمه على التطفل والغفلة هو رسول الحي عالم شاعر خطيب خير طيب مع جيرانه ولا سيما مع ابن الرومي لذلك اعتبرناه شخصية مساعدة جحظ المغني يدل اسمه على جحوظ العينين ويذكرنا بالجاحض هو حلاق ملع بالغناء فقير له دكان صغير يتميز بالطيبوبة والمرحي دعب الأحداب يدل اسمه على التشوه الخلقي هو بائع للعطر والمناديل تاجر فقير له ظهر متورم يتميز نفسيا وأخلاقيا بالطيبوبة وحب الجوار عيسى البخيل يدل اسمه على البخل طبعا إسكافي سماته الخارجية أنه عجوز فقير يقتصد في معيشته لشراء كفن الموت كما ورد في مؤلف ابن الرومي يتميز نفسيا وأخلاقيا بالطيبوبة والوقعية جوهرة يدل اسمها على الجوهرة غالية الثمن وهذا بدهي جدا هي جارية تعزف على آلة العود وتتميز بالمراحي والطيبوبة حبابة يدل اسمها على اللامعان والاتقاد وهي أيضا جارية طرازة ابنة الروم جميلة المنظر بجيدها أي بعنقها وعيونها الزرقي وحواجبها تتميز أيضا بالمرحي والطيبوبة مثل جوهرة الرباب يدل اسمها على الموسيقى والغناء والعسفي يا معلمة الجواري تجيرة في الجواري امرأة عجوز شمطاء ماكرة شريرة مستغلة فاجرة تحب المال وخبيثة المقدم يدل اسمه على الأولوية في الإشراف ونقل الأخبار وهو من عيون السلطة وهو أيضا من أعوان السلطة رجل متسلط يرافقه الأعوان لتنفيذ الأوامر وهو أيضا رسول الشؤم والنحس خبيث ساخر وفق لما ورد في مؤلف ابن الرومي في مدن الصفيح الخادم يا زمان يدل اسمه على خدمة السلطة وهو خادم رئيس المجلس البلدي سماته الخارجية سمصار حقيق يتولى تسيير الشؤون المالية والعاطفية لرئيس المجلس البلدي أخلاقيا ونفسيا هو رجل كذاب محتال مدي منافق زائف هكذا صورته مؤلف ابن الرومي في مدن الصفيح الشخصية الموالية هي شخصية عاشور قد يكون من مواليد عاشوراء هو أبله الحي طفل كبير يرتدي ثياب رعاة البقري يحمل مسدسا أبله ومجنون يحب اللعب الطفولي يتميز بالطيبوبة وحب اللعب وحب السينما سعدان يدل اسمه أو اشتق اسمه من السعدي وهو كاتب عمومي فقير يسكن حيا قصديريا صافحيا وهو أيضا أعزائي حكيم الحي ولقمانه وهو رجل واقع ردوان يشتق اسمه من الرداء وهو عامل فقير يسكن حيا قصديريا صاحبي بذلة زرقاء سعد الحي ورجل واقعي حمدان اشتق اسمه من الحمد وهو شاعر الحي القصديري فقير يسكن حيا قصديريا يتميز بالزعامة والواقعية ابن ضانيال يدل اسمه دلالة تراثية مرتبطة بخيال الظل هو صاحب خيال الظل وراوين مخايل عجوز من الجيل الماضي مثالي وعالم الشخصية الأخيرة عزائي هي شخصية الدنيا زاد ويدل اسمها أيضا دلالة تراثية مرتبطة بألف ليلة وليلة شهر زاد مساعدة صاحب خيال الظل وراوية كذلك فتاة غجرية ابنة ابن ضانيال شابة من الجيل الحاضر وهي أيضا أعزائي واقعية ثورية واجتماعية أعزائي إن هذه القوى الفاعلة التي أشرنا إليها هنا نشب بينها سراع ضرامي يظهر طارة ويضمر طارة أخرى ويتمثل في سراع المثقف ضد الاستلاب والاستغلال من خلال صورة ابن الرومي الشاعر العالم ورئيس المجلس البلدي وسما صرته المزيفين وسراع أهل الحي القصديري حمدان وردوان وسعدان ضد المقدم ورؤساء التخمة كما أن هناك سراعا بين الفكر المثالي ابن ضانيال ابن عفوا ابن ضانيال نعم ابن الرومي في بداية المصرحية ووسطها والفكر الواقعي حمدان وردوان وسعدان ودنيازال وهناك أيضا سراع بين المستغلين بكسر الغيني المقدم رئيس المجلس البلدي الخادم يازمان ومساعدوه ثم الرباب والمستغلين بفتح الغين كسعدان وردوان وحمدان وابن الرومي وأشعب المغفل ودعب الأحدب وجحض المغني وجوهر وحباب فهناك إذن سراع درامي حاصل بين الشخصيات أولا وبين الأفكار والقيم والأنصاق ثانيا أعزائي إن لكل عمل رهان لا بد منه وحين أقول الرهان فالمراد به الرسالة التي يرغب المؤلف في إيصالها إلى القارئ أو قل هو الهدف الذي يرغب المؤلف في تحقيقه أو قل هو المقصد الذي يسعى المؤلف للوصول إليه وإذا عدنا إلى مؤلف ابن الرومي في مدن الصفيح فسنجد أن رهانها يكمن في تحرير الإنسان من الاستغلال الاجتماعي وتحرير الذات المتشائمة القلقة من عقدها النفسية فضلا عن زرع قيم التعاطف والمحبة بين أفراد المجتمعي أعزائي إن مصرحية ابن الرومي في مدن الصفيح تفتح كما رأينا باب الأمل في تحقيق الموضوعات المرغوب فيها ويتجلى ذلك بوضوح في انعطاق عريب من العبودية وتحرر ابن الرومي من سوداويةه وانطوائه وخروجه إلى الأسواق ثم تماسك أهل مدن الصفيح في الدفاع عند بعض المعطيات المتعلقة بهذه العقد النفسية التي حاول مؤلف ابن الرومي في مدن الصفيح أن يكشف عنها وأن يبحث عن حلول لها ومعظمها مرتبط بما هو اجتماعي وبما يتعلق بمجتمعاتنا في دول العالم الثالث إن مؤلف ابن الرومي أعزائي في مدن الصفيح هو مؤلف يكشف خبايا العلاقات الاجتماعية كما يكشف بشكل مضمر عن الصراع الطبقي الحاصل بين الناس بين الأغنياء والفقراء بين المثقفين وغير المثقفين فهناك صراع درامي خفي وهذا ما يميز المصرح الاحتفالي الذي حاول في عمقه أن يعالج قضايا المجتمع بطريقة ذكية تزاوج بين الأصالة والمعاصرة تزاوج بين التراث والواقع لذلك إذا تأمنا على الأقل ما ألفه المبدع عبد الكريم برشيد فسنجد أن معظم مؤلفاته تتأسس في عمقها على جدلية الماضي والحاضر مرء القيس في باريس ابن الرومي في مدن الصفيح فهو يستفيد من التراث ويوظفه توظيفا عقلانيا ذكيا في واقعنا المعاصر ختاما أعزائي أسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يسدد خطاكم على أساس أن ألقاكم إن شاء الله في حصة قادمة من حصص مادة اللغة العربية أشكركم جزيل الشكر